قلت عبارة أريد أن أتوقف عندها وتوضح ليها أكثر لو سمحت قلت أن الحزب الديمقراطي الكردساني لديه اشتراطات مستحيلة التنفيذ هاي بالنص ما هي الاشتراطات هذه وعلى من الاشتراطات على الاتحاد أم على الإطار قلت قلت لا الديمقراطي قلت يبقى أمر مهم ومشاركته ضرورية نعم فهم أنت قلت يبقى أمر مهم ومشاركته مهمة وكل القوى السياسية مشاركتهم مهمة ولكن الديمقراطي كان متحالفا مع التيار الصدري التيار الصدري خرج من البرلمان وبقى وحدة الديمقراطي الكردساني وقلت بأن لديه اشتراطات مستحيلة التنفيذ أريد أن نتوقف عند هذه ما هي هذه الاشتراطات أنا بالضبط الآن يجب أن نكون واقعيين وهو يدرك جيدا ضمن نظرية الواقعية السياسية أن أمر تقديم مرشحة ومزاحمته إزاء التحشيد الذي يحظى به مرشح الاتحاد قد يكون أمر صعب جدا وبالتالي الواقعية تقتضي الآتي مشاركة الحزبين مشاركة الحزبين ولكن ضمن إطار تقاسم المصالح الموجودة يعني أن لا يتم تجاهل الديمقراطي أن يكون له حضور وأن يكون له وجود وفي ذات الوقت الحالة الطبيعية التي يسير عليها أمر التفاهمات أن يسند أو تسند رئاسة الجمهورية إلى الاتحاد الحقيقة لا نريد ولا نرغب بأي عملية كسر إرادة من شأنها أن يتخذ أي طرف سياسي موقف بالانسحاب أو بالمعارضة أو بعدم المشاركة لأن هذا سيخلق أزمة جديدة أزمة جديدة نحن في غنى عنها يكفينا ما نمر به الآن من أزمات على مستويات متعددة وبالتالي مهمة الإطار هو عملية احتواء الموقف احتواء الاتحاد بتضامن معه واحتواء الديمقراطي بعدم ترك خالي الوفاض أو عدم إعطاءه شيء يمثل مشاركته الحقيقية الفاعلة في الحكومة القادمة هذا هو الجانب أما التجاوز على الواقعية الحقيقة أمر الكل يدرك أنه ليس كل ما يمكن أن تريد يتحقق اللم يكن الآن يمكن أن يتحقق في قادم الأيام وعليه الواقعية مطلوبة من قبل الأحزاب الكردية وكذلك حتى من قبل الأحزاب الأخرى